للوهلة الأولى يبدو هذا القطار لعبة تقليدية ولكن التكنولوجيا بداخله تعلم الأطفال القواعد الأولى للبرمجة عند تشغيلهم لللعبة يتحكم الأطفال في حركتها بتوصيل اللعبة المكونة من ثمانية أجزاء والتي تتحرق طبقا لما تم برمجتها عليها ففكرة اللعبة هي تدريب الأطفال على حال المشكلات واتخاذ القرارات اللعبة تستهدف الأطفال بين عمر ثلاث وخمس سنوات وستقدم لهم تلك المهارات التي لن تكون متاحة لهم أثناء فترة طفولتهم